السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم متابعي قناة يوسف ديك برو في فيديو جديد بالنسبة لهذا الفيديو هدفة غدين دوفي على عملية التلقيح وبالتبط حول هاد الوثيقة هذي اللي كانت من البار حوية التداول على مواقع تواصل الاجتماعي كما تتوفو معنا هاد الوثيقة هذي فهي متعلقة بمشروع قانون يتعلق بإجبارية التلقيح وإعادة التلقيح ضد الفيروس كورونا المستجد كوفيد ديزنف وبزاف ديال الاشخاص وكذلك ديال اللي باش بدأوا تبارتاجي هاد الوثيقة هذي على أنه راه إجباري باش أنه المواطن تلقيح ديال فيروس كورونا فبالنسبة له هاد الوثيقة هذي وكذلك هاد المشروع ديال القانون راه لا أساس له من الصحة وراه ما كينش هاد الاخبار هذي راه غير في إطال الأخبار زائفة يعني أنه هاد الوثيقة هذي راه مزيافة وراه ماشي شي حاجة ليصحي هذي إلي وصلاتك في واتساب أو فيسبوك لقيتها فراه هاد الاخبار هذي وكذلك هاد المشروع ديال القانون اللي قلت لكم تتعلق بإجبارية تلقيح فراه ما كينش هاد القانون هاده وما كينش شي حاجة رسمية حول هاد إجبارية ديال التلقيح إذا هاد مجرد إشاعة وهاد يراها صورة مزيافة فراه ما كينش هاد المشروع ديال هاد القانون هاده كيم مكتلكم فحاولوا أنكم تشاركوا هاد المعلومات هاد مع الماكسيموم ديال الناس اللي تتعرفو وكيم مكتلكم بخصوص هاد العملية ديال تلقيح راه ما زال ما كينش شي حاجة ليه رسمية كيم مكتلكم بالنسبة لناس اللي تسوولوا واش هاد تلقيح فابور أو لا لا فراه ما زال ما كينتش شي حاجة رسمية ما زال ما قالوا والوا علي هاد شي إن شاء الله مني غادي تكون شي حاجة رسمية غادي نشاركها معاكم وغادي نشرح لكم إن شاء الله إلا كان شي جديد بخصوص هاد الموضوع عادة فحاولوا أنكم تشاركوا هاد المعلومات هاد مع جميع الناس اللي تتعرفو باش أنه ما يبقاش بناد مواخد معلومات خاطئة حول هاد عملية تلقيح فإلا أعجبك الفيديو ما تنساش الدلي جيم كذلك تخلينا شي تعليق تحفيزي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته